موسيقى هو رحال تقوده موهبته إلى أماكن عدة رحال بيمشي المسافات حسب الجغرافيا ويقفز الخطوات الواسعة حسب المهن رحال بيتنقل من بلد لبلد من مكان لمكان شمالا جنوبا شرقا وغربا بدأ من سوريا ورح لندن ومر على دول عربية ثم استقر في القاهرة الحقيقة أنه بيحمل في قلبه وجعا مش وجع شخصي هو إنسان متحقق فنيا ومهنيا إنما عنده وجع عام أصبح الوجع مهاجرا معه معرفش يروح بلده عشان يتلقى العزاء في رحيل والده ووالدته إنما مش شخص مستسلم بتركبته وموهبته وجعه وعشكه يتحول إلى طاقة يحاول بها يحاول بها أن يستعيد الاتزان الإنساني والفني والحقيقة أنه عمله الجديد ما بين سطوره اللي هو بيقراها كل يوم وهو بينفزه يسترجع الحنين والعشق والشوق والقوة جمال سليمان أنت عارف أن موهبتك مقدرة عندنا كلنا إنما الحقيقة أنه التجربة الفنية والعامة اللي بتعيشها أستاذ جمال سليمان عرفتنا حتى جوانب أخرى ما كناش نعرفها عنه يعني أنت بتعمل مسلسل عن جمال عبد الناصر وصديقه صح؟ صح يا أنت شخصيا شايف حاجات في المسلسل يمكن الصناعوه اللي هيتفرجوا عليه مش هيشوفوها أنت ممكن تكون شايف بلدك يمكن تكون شايف حاجات أنت مفتقدها الحقيقة أنا استغربت جدا أنه جمال سليمان مش واقف عند الأحداث التاريخية القح للرئيس والمشير أو صديق العمر صحيح الكلام ده طبعا بالتأكيد يعني أولا يعني هو المسلسل أساسا العشر حلقات الأولى يعني كل التركيز فيه على الانفصال اللي حصل بعد الوحدة يعني بين سوريا ومصر وأسباب الانفصال والمسلسل ككل هو بيتكلم الحقيقة عن يعني ذاك الحلم القديم المتجدد يعني في أنه إحنا نبقى أمة قوية وأمة متحدة ويبقى في عندنا عدالة اجتماعية ويبقى الناس سعداء والناس عندها الفرصة أنها تعيش بكرامتها في أوطانها فده كله يعني بيخليكي تفتكري دايما قول طرف ابن العبد ما أشبه الليلة بالبارح حوله قصيدة جميلة جدا بيقول أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوأة حلت بهم فاحشة كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة كلهم أربع من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة فعمليا أنا مرة يعني أنا عملت مسلسلات تاريخية كتير فسألني يعني واحد صحفي قال لي قال لي ليه يعني دايما العودة إلى الماضي العودة إلى الماضي فأنا كان عندي جواب أني قد يكون الماضي ماضي بالنسبة للشعوب أخرى بس لنا إحنا العرب مفيش حاجة أسمها ماضي كل شيء للسحارة الملفات مفتوحة إحنا عايش فيه بالتأكيد فعشان كده يعني المسلسل بالنسبة لي كأني يعني ببص على الأحداث اليومين دول فما فيش عندنا حاجة اسمها ماضي ملفات مفتوحة بصراحة جمال سليمان أنت فعلا أنت ما قدرتش تتلقى العزائف والدك والدتك غفر الله لهما ولنا جميعا لأنك ممنوع من دخول سوريا ولا لأنك لو خرجت من مصر هيبقى فيه صعوبة أنك ترجع لا لأني أنا يعني بعد يعني أنا كان لي مواقع يعني أنا من الواحد من خلينا أقول مئات الألوف أو ملايين السوريين اللي كان عندنا رأي بسيط جدا أن الربيع العربي ده هو استحقاق تاريخي ناتج عن يعني معادلات يعني حتمية يعني الوضع الذي كان يعيش فيه الوطن العربي وصل إلى الطريق المسدود فأنا يعني كنت واحد من السوريين اللي قالوا أني إحنا أمامنا خيارين أما الصدام مع الناس يعني الدولة تصطدم أو السلطة تصطدم مع الشعب وصدام ده يتطور ويصبح صدام دموي وبالتالي نفتح بوابات الجحيم ونقفز إلى مجهول وحتما هذا المجهول يعني في كل أنواع الشرور وده اللي حصل وإما أن نكون جادين في إجراء تغيير سياسي عميق وحقيقي باتجاه دولة المواطنة ودولة الحريات ودولة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وصندوق الانتخابات النزيل لا يوجد حال ثالث كانت العقوبة شديدة علينا إحنا الناس اللي قلنا الكلام ده وأنا يعني الحقيقة وجهتلي يعني شنوا عليها حملة كبيرة جدا على أساس أنها من المواقع تواصل اجتماعي بس أنا عارف وباقي السوريين عارفين المواقع دي وراها أجهزة معينة بتديرها مش الحكاية مش بالبساطة دي وعفوية وأنه يعني في خمس تلاف واحد متجمعين في موقع يعني معين هم من تلقاء أنفسهم يعني بقولوا فلان خائن وفلان عميل وفلان لا 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 الحكاية فيها ترتيبات معينة من أي فصيل؟ مين اللي بي؟ يعني اللي هم موالين للنظام أنا ما عنديش مشكلة يعني إحنا السوريين منقسمين ناس موالية للنظام ناس معارضة للنظام أنا عندي احترام لكلا الطرفين بس أنا ما عنديش احترام لحملات التشويه والكذب سواء جات من هذا الطرف أو هذا الطرف حملات خداع الناس على حساب مستقبل أوطان هذا شيء غير مقبول على الإطلاق أني أنا أطلق صفة الخيانة والعمالة على أي حد لا يتبنى خطاب السياسي بالحرف هذا يعني أنا برأيي بيبقى على حساب الوطن بأكمله المأساة في الوضع السوري أنه ما عاد خطاب سياسي يعني أصبح أصبح يعني اقتتال اقتتال طبعا لأنا حدخلنا تجاوزنا يعني بسرعة شديدة مع الأسف تجاوزنا مساحات الحوار وتجاوزنا أساسا أي نوع من أنواع الخطاب السياسي أو الفكر حدخلنا في حرب وحرب مفتوحة ودي كرسة دخول التسليق أو أنه أي تغيير يبقى غير سلمي يعني هو التغيير أول ما بيدخل السلاح العقد ينفرط يعني في ثواني كلمني تاني عن الحقيقة أنا قريت الأخبار في يوم وفاة والدة الفنان جمال سليمان يتلقى العزاء في مسجد الحمدية الشزلية بعدها بتلات أيام تهيل تلات أيام أو حاجة خمس أيام يعني يدوب كده وفاة والد الفنان جمال سليمان يتلقى العزاء في مسجد الحمدية الشزلية أنت أخذت عزاء والدك والدك في أسبوع واحد في نفس المكان إيه اللي حصل اللي حصل أنه يعني أبوي أو أمي عاشوا مع بعض تقريبا حوالي 57 سنة كده يعني فقط الله يرحمهم وجابونا إحنا تسعة وبظروف صعبة جدا فتضامنوا أنه هم يعلمونا ويربونا وإحنا كبرنا وهم كبروا برضو وتعبوا في السنتين الأخيات تلات سنين الأخيات كانوا تعبانين جدا جدا طبعا أضف إلى ذلك الظروف اللي حصلت بالبلد ونفسيتهم والآخرة وأنا بقيت بعيد ما أقدرش أنزل سوريا لأنه بقى اسمي موجود يعني على الحدود وهنا وهناك فقال لها يعني بتقديري لو رحت هناك فحتى أخذ على يعني يعني كورس من الإهانات ويعني الاعتداء على كرامتي كإنسان وانا لا أعتقدني ده شيء حتحملك ولا بيحلم الأحوال فأنا كنت بعيد بثم كانوا بيخشوا لمستشفيات كل فترة ويخرجوا وبيتعبوا مع بعض لغاية ما يعني بقى خلاص يعني ما عادش الوظائف الأعضاء ومع بعض ماشي مع بعض ما هو ده السؤال يعني طبعا يعني يعني كلنا إلى تراب وكلنا يعني بس فكرة إنه إنه ولدك يبقى بعد ولدك بخمس يام دي غريب أوه؟ ولقوا الغريب في الحكاية إنه أبويا يعني الله يرحمه كان رجل شديد وكانت والدتي كل حياتي تشتكي من ذلك يعني والله آه وما بيعبرش عن عواطفه أوي يعني 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 كان بتقولكوا إيه بتشتكلكونتو الأبناء؟ آه طبعا وخاصة أنا لأنه كنت الكبير وأنا كنت زي ما أكون يعني صديق والدتي يعني فما كانش يعني والدي من الرجال اللي بيغزلوا مثلا يقول لها والدتي كان اسمها بدرية مثلا يقول لها والايا أنا بحبك يا بدرية مثلا أو وحشتيني يا بدرية أو حاجة كده لا ما فيش الكلام ده يعني خالص 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 بس آه هو كان بأعماق وبيحبها فعلا وكان خاصة لما كبير ما يطقش إنه هي تبعد عنه ياه؟ أبدا ولا بشكل من الأشكال يعني كلنا كنا متفاجئين تعلقوا بيها يعني ما كانش شيء يعني أبوي راجل قوي وراجل يعني عنده شاكيمة كده وعنده إحساس مفرط بالكبرياء فما يعني من المحرمات عنده يحسس أي حد إنه هو محتاج له أصلا؟ أصلا حتى لو كانت مراته ياه؟ آه بس ده بقى إحنا بشر فجان ده كان متخبي جوا فلما هو شوية كبر وكذا وبقول وحديهم وإحنا بقى تجوزنا وسافرنا وإلى آخرين فابتدى يعني فكرة هذا التعلق وهذا الحب ما بينهم يعني يظهر أكتر آه فيعني طبعا والدتي يا الله يرحمه انتقمت منه شوية لما أشي حسيت إنه هو لا والله كانت تضحك هتقول دلوقتي بعد ما أنا عجزت جايت قولي الكلام الحلو يعني هو في آخر حياته أبدا تعلقه وحبه الوالدتك جدا جدا فحتى لما كانت تعي وتروح مثلا ودوها المستشفى فهو يتعب جدا وهي بعيدة حتى هي أخذوها يعني هي توفت قبله الله يرحمها ويرحمه تقريبا بأربع خمس ساعة فهو ودوها المستشفى فهي لما توفت توفت الصبح حوالي ساعة خمس ستة الصبح فهو كان نايم فأخذوها من غير هو ما يحس يه اه فهو بعدين الصحي فما لقاش حدي في البيت غير ابن أختي كان عنده اسمه مختار فقال له قال له بتكلم معه قال له مختار قال له مختار جدتي راحت المستشفى وحترجع قال له لا 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 جدتك اللي أخذوها جايين ياخدوني بعد شوية وفعلا تاني يوم ايه تاني يوم توفت اه والله يعني يعني انت والدك لم يطق فراق والدتك لا لم يطق زالي توفت الله يرحمه الله يرحم الجميع الله يرحم الجميع انت كتبت بقى انت كتبت فاكر كتبت ايه آه طبعا ممكن تقوله أنا كتبت حاجة عن والدتي قلت يعني أنا ده حلم قديم قلت يعني لو أنا تسنى لي أني اكتب حياتك فحكون كتبت حكاية سوريا في مئة عام حكاية والدتي هي حكاية سوريا في مئة عام مش عشان والدتي استثنائية هي طبعا استثنائية بالنسبة لي عشان هي أمي بس هي سيدة فاضلة زي ملايين السيدات الفاضلات في سوريا اللي عاشوا حياة كل واحدة من الستات دول طريقة حياتها يعني هي خلاصة حياة سوريا في مئة عام أضف إلى ذلك أنه والدتي بالذات في حاجة استثنائية حصلت أنه هي والدتي تجوزت راجل يعني ما فيش حاجة تجمعها به ما فيش أي قاسم مشترك وده كان في وقتها جواز استثنائي لا يحصل أولا والدتي ست دمشقية يعني بنت المدينة والدي فلاح من القرية والدتي من الطائفة السنية والدي من الطائفة العلوية وده كان ما بيحصلش يعني ما تكوش في سوريا ده أبدا والدتي تكره كل حاجة اسمها اشتراكية من قريب أو بعيد يعني تكره الاشتراكية وتكره الوحدة ما بين سوريا ومصر تكره كل هذه الأشياء والدي كان راجل قومي وراجل اشتراكي إلى الصميم أكيد سمت جمال على اسم جمال عبد الناصر أكيد لأنني خلت أيام الوحدة فالدتي كانت سيدة متسامحة وحنينة وصوتها منخفض والدي كان راجل صعب فكرة التسامح عنده يعني لها حدود وصوته مرتفع دائما كنت زعلان إلى أي مدى أن أنت بترسي والدك عن البعض وأنك ما قادرتش تسلم عليهم دي كانت حكاية بصراحة صعبة جدا ومؤلمة جدا أنا عشت مع أبويا حياة شوية صعبة أبويا كان عاوز وأنا طفل أني أبقى أحسن ولد في الدنيا كلها فكان بيضغط عليها جدا 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 مش عاوزني أنمو نمو الطبيعي وكان بيحاسبني على أخطائي اللي بيخطاء أي طفل صغير بحساب يعني شوية عسير وبعدين عشان أنا ما بقيتش المحامي ولا الدكتور اللي هو عاوزه بقيت فنان فهو اعتبرني أني أنا لما دخلت المعهد عالف المسرحية وقبلها لما ابتدي تمثل في المسرح وكده قبل لما خش المعهد اعتبر أنه أنا اخترت الخيار الفاشل في الحياة لأنه ده مش محتاج مني لدراسة ولا مجهود ولا أي شيء في الدنيا ما تقول يعني أنت كان ولدك عنده إحساس بخبة الأمل الكبيرة بعدين لما أنا دخلت المعهد فكان يصحب الليل وأنا في المعهد عالف المسرح الساعة واحدة بالليل يلاقيني قاعد وبذاكر وكل يوم بجيب الكتب كده كل كتاب 400 صفحة و 500 صفحة أبويا مغرم بالكتب يعني منظر الكتب بالنسبة له ده أجمل منظر في الدنيا فابتدى زي ما يكون يعد لي بعض الاعتبار لما تخرجت وبقيت يعني ابتديت أقدم مسرحيات في المسرح القومي وجي وحضر مسرحيات جيت أمثل في التلفزيون وشافني بعمل أدوار شعراء وأدوار تاريخية وشخصيات عظيم وكذا فابتدى يعني يشعر بنوع من الفخر بيه ولما الناس بقى يقول له أنت أبوه لفلان فهو يعني كانت قمة السعادة بالنسبة له فحبيت لو كان متاح بس ما كانش أن أنا يعني أروح وأدعه وأقول له أهو يعني أنا كنت ليس كل ما يتمنى المرء يدركه تحديدا في الظروح تجري رياحه بما لا تشتهي السفن صحيح إنما دعو الطيب المتنبي أه طبعا أه طبعا أنا مستغربة هناك أول مرة أعرف أنه كان والدك عنده خيبة أمل أن أنت توجهت التمثيل لأنني كنت عارف أن أنت من أسرة مكافحة وكنت مكافحة أنت وأنت صغير كنت بتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تساعد من أنه أنا عندي عشرة سنين اشتغلت كل حاجة من أنه أنا عندي عشرة سنين أنا كنت يعني أشتغل بفرن فرن فران أه في عيش كذا مش أنا الفران طبعا أنا يعني أنقل عيش من مكان لمكان كنت بتاخد كم في شغلنا دي؟ حاجة يعني تعادل النهاردة مثلا عشرة سنت على الدولة كم ليرة؟ يعني كم ليرة؟ يعني كنت أخد ليرة ونصف مثلا بالليوم يعني حاجة تروح تديهم لأسرتك أه بدين اشتغلت حداد اشتغلت نجار اشتغلت بالحاجات دي اللينوليوم والأرضيات المستعارة وورق الجدران على فكرة لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة ده خشب مش أرضية مستعارة لحظة لا لا ده خشب يعني حاجات مش ده باركيه لا اه معلش بق برضو لا انا عارف والله البرنامج متكلف جدا جدا من انتهى انتهى ملحوظة لا 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 مقولش حاجة لا ما ان شاء الله البرنامج متكلف جدا جدا انا عارفت انت كنت يتعمل ورق جدران شاطر جدا اه اه ايه وان انت تكون غسلت عربيات اشتغلت عامل تنظيفات في شالهات منتجع سياحي على البحر انا كنت طالب في المعد عارف المسرحية ناجح من السنة التانية على التالتة بالسنة الاولى التانية اشتغلت ثباك اشتغلت في كان بيبنوا مستشفى كبير فكان كنت صانع يعني ثباك من مدد انابيب الامينيوم دي علشان المواد اللي فيها حموضة واحماض ومواد كيميائية ما يفعش تعدي بيه عشان تساعد اسرتك وساعد قاطة ساعد اسرتي وساعد نفسي احنا كنا عائلة فقيرة اه يعني قصدي انه انه انت الابن اللي هو اللي بيشارك اسرتك فحة فانا مستغربة ان والدك يبقى عنده خيبة امل يعني منتاش مدلل منتاش ذاتي اناني لا يعني لا هو يعني الناس اللي زي والدي يعتبروا ان ده الشيء الطبيعي اه يعني ده عادي يعني ده مش استثناء يعني مش زي حضرتك تتبصي لأولادك اه او انا بوصل لمحمد ابني دلوقتي يعني اه لو هو مثلا جاب لي كباية مية لو بابا محمد حبيبي انت يا شوفوا محمد حنون محمد حنون طالع حنون جدا لا 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 اسالية المقاييس مختلفة اه احنا اولادنا يعني بنحاول نبينه بيقابلو حاجة عظيمة اه طبعا ان هو لو حمل شنطته علشان يوديها العربية ورايح المدرسة هتفرح يبيت ولي اهو بيعتمد على نفسه ومشي شنطته جمه والتلفير لي منطق؟ واسحابك ولكبر ا interval انت اصلا تسع يالفة طبيعي جدا انتو تشتغلوا يعني انتو مصاريف اه انتو حداء ما تحسهش بالفضل دة خالص اه ده العادي لا عادي ابتده يحس بالفرق لما بقى لكسيت واحترام وسط الناس طيب يعني فكرة انك تمثل او تخرج كان يعني ايه اللي سرسب حباه في قلبك كمال سلمان حاجة غريبة جدا كان انا كان فيه كانت انا الطالب في الاعدادية فكان فيه قصادنا مدرسة بنات فكان فيه بنوتا كده لفتت نظري ودي اول مرة في حياتي بنوتا تلفت نظري فما كن احنا يعني في مدارس احياء شعبية ما ينفعش اتكلم معاها يعني ولا بشكل اشكال لكن بعدين اعرفت انه في انا كنت العب رياضة كنت العب باسكت انا ازاي ما ليش في الفن والحيان فاسمعت انه في حفلة فنية حتتعمل المدارس في المنطقة انه هي حتبقى في الحفلة دي مشتركة في الكورال فقلت تحفة انا روح بقى اشترك بالكورال ونوقف قصاد بعض فحيبقى في مناسبة بس ازاي انا اسمي كذا انت اسمك ايه يعني اتكلم فاروح فدخلت كده ولقيت غرفة واستاذ موسيقى فصافف يجي خمسين ولد كده وارا بعض وبنت وزي صافف العسكر كده وكل ما يجي لوحد يحط ادانه عن بقه وقلت اه فيقول اه يقول انت اخليه تاني اه يقول انت اطلع برا اطلع برا فانا يعني كنت اسوأ واحد فقال ليه انت اطلع برا للمكان خالص انت ملكش فانا اولا اتكسفت قصاد الصبية اللي انا معجب بيها كسوف يعني هايل جدا وعدعت وادايقت جدا من الاستاذ ده خرجت زعلان فشافني مدرس الرياضة فمدرس الرياضة انت عارفة في المدارس دي بيبقى رياضي وفنان وكل حاجة يعني فقال لي انت رايح فين يا جمال قلت له انا الاستاذ الموسيقى ما قابلش ان انا بقى في القرآن وكذا وكذا قال طب تمثل قلت له اه بالحفلة يعني هي قال لي اه قلت له خلاص امثل قال تعالى فجاب في استاذ تاني بيخرج حاجة يعني كنت ده انت اللي مركز فيه البنت اللي في الاعداد انك تبقى جمعها اه بالضبط فقال لي فراحوا عاملين مسرحية عن فلسطين وفيها واحد فدائي وحاجة كده فراحوا مديني دور الفدائي فانا بقى وعملية بندخل على فلسطين عشان نقاتل الاسرائيليين فانا اصاب بطلقة وبقع في الارض كده وبقول كلام عن فلسطين وكذا وبرفع العالم انا بموت وبيفضل العالم كده مرفوع ده دور وطولة اه دور وطولة فانا حفظت الكلام ابتديت اقول ونعمل البروفات كده في منزل دمشق القديم وبنعمل البروفات في الحوش عند البركة كده فكلهم يخرجوا وبصوا كده وصوتي واقول فلسطين ولن ننساكي ابدا فلسطين كده وانا استشهدوا دماؤنا من اجلك فلسطين الى التحرير الى الامام الى الامام فتزقيف وحاجات كده فانا شعرت ان ايه ده دي حاجة حلوة جدا التمثيل ماذا افلك والبنوتة اللي انت معجب بها كل يوم توقف كده لكل البنات ساقفت لأ بس واحد بما مش شايف بقى عمل زوم اين مش شايف الدنيا كلها عمل زوم اين عالبنوتة اللي محبت حاجات المراقبة كان عندي اربع عشر سنة فحبيت ده وفضلت يعني كده وبس سبحان الله شوف الاقدار احنا ما كانتش عندنا اساسا اكاديمية للفنون في السنة اللي انا اخدت فيها السنوية فتتح المعهد اللي عارفهم مسرحية يعني انت دخولك التمثيل دي صدفة يعني دي صدفة اه بالضبط هي ابتدت صدفة يعني معارش زي كانت اسمها صدفة كنت بعاكس عشان اعاكس رح بس انت قلتلي مرة ان انتوا وانتوا في المعهد جالكوا نور الشريف اه صحيح ده كان عيد لا احكيلي عن الحدوثة دي هو قالوا لنا ان كان اعتقد في مهرجان المسرح في سوريا وكان الاستاذ نور الشريف موجود وقالوا انه طلبنا الاستاذ نور الشريف انه يجي المعهد بكرة هيجي الساعة 12 الظهر طبعا كانت فرحة كبيرة لانه بالنسبة لنا الاستاذ نور الشريف يعني هو هرم وعلم من اعلام فن التمثيل انه هو مش 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 حكاية انه هو ممثل شاطر وبس انما انتوا تقييمكم حاجة يعني الجمهور العادي يحب اي نجم او انتوا عشان دارسين لا طبعا يبقى تقييمكم يعني لا لينا نظرة تانية يعني انا اقولك انه في كتير نجوم في كتير ممثلين شاطرين عشان كده بس بالنسبة لطلاب الاكاديميات الفنية والشباب اللي على درب الفن والاخرية نور الشريف بالنسبة لهم الفنان يعني تقولي نور الشريف تقولي احمد زكي تقولي محمود عبدالعزيز يعني الاسماء اللي عملت افلام ذات قيمة وبتيجي المعرجانات والستاذ نور بالذات يعني هو عنده طبيعي اولا هو راجل مثقف جدا وهو عنده عنده هو راجل كريم وانتي بتشوفي الكرم فين في الناس الكرم مش دايما حكاية عزايم ودبائح وفلوس انا بيرأيي انه صنو الكرم يعني قمة الكرم هي يبقى في انسان مستعد يشاطرك وشاركك افكاره وروحه وقلقه ومخاوفه وتجربته في الحياة ودي ميزة رائعة عند استاذ نور الشريف ربنا اطول بعمره ويدي له الصحة ويدي له الصحة وقلت له كلام ده لازم اقوله الكلام ده مش كده ما صارش فرصة يعني انت محكتلوش موضوع لا هو اعرف رأيي بس انا الحدثة دي ولا مرة ولا مرة حكيت له الحدثة لا والله ولا مرة قلت له لازم اقول له الحدثة يا رب يشوف البرنامج ويسمعه يا رب يرجع بألف سلام شاء الله يا رب شاء الله لانه الاستاذ نور يعني محطة يعني مهمة جدا بتاريخ فن التمثيل وفن السينما والمسرح في العالم العربي ده حقيقا احنا ما ينفعش ننسى احنا احدى مصائبنا ان احنا لا نقدر النماذج العظيمة في حياتنا لانه بصي الغرب قائم على ايه يعني اليوم لما فيه ولد عنده بغرفته في صورة لمايكل جوردن لعب السلة الشاهية قلت الباسكت لعب باسكت الشاهية ايه اهمية ده لانه هو لما يحب مايكل جوردن وهو نفسه يبقى مايكل جوردن حيعرف ان مايكل جوردن كان يتمرن ست ساعات باليوم كان ما بيدخنش بلوش في المخدرات كان عنده طموح كان عنده الارادة وجاي من افقر حي من احياء نيويورك وبقى لاعب مشهور في كل الدنيا وبقى مليونير وبقى نجم فالولد الصغير ده اللي عنده عشر سنين وحاطت صورة مايكل جوردن بغرفته عنده مصدر للإلهام يا أستاذة الفيجرز دي الشخصيات دي سواء في علوم الزرة في التمثيل في الغناء في البحث الفكري العلمي الأستاذة الجامعات القضاة الإعلاميين الدكاترة يعني مجد يعقوب مش لازم يبقى مصدر إلهام لمئات الأطفال مئات ألوف الأطفال في مصر وفي العالم العربي احنا عندنا مشكلة اليوم من هي مصادر الإلهام الإعلام بضوي على مين من هي النماذج التي تحتزى في حياتنا دي إحدى مشاكلنا اللي بنعيش هاليومين دول صحيح فأنا بالنسبة لي نور الشريف والجيل ده الحقيقة كان فيه نماذج عظيمة جدا تحتزى ويعني صحيح طيب سفلت بقى إنجلترا قلت تتعلم في بلادهم دول اللي عملوا الفنون دي اه طبعا روحت باسة طبعا اه إفادن المعهد اللي عارفهم صحيح اه روحت وتخصصت في المسرح وتحققت يعني لقيت نفسك واستاذ ملائك متميز جبت شهدتك وكانت سندك في سوريا يعني أنت لا سروة أهلك اللي مش موجودة نفعتك ولا وسطة ما كنتش تمتلكها هي اللي سندتك هي علمك وموهبتك صحيح الناس اللي زينا أستاذة اللي تربوا في البيئة اللي احنا تربينا فيها والطبقة الاجتماعية ما كانش قدامهم أي أمل في الاختراق إلا موهبتهم وإلا يعني اجتهادهم ويرادتهم فطبعا التعليم والشهادة والله أنا روحت إنجلترا كان مرتبة في الشهر 250 سترليني كنت أدفع 140 سترليني أجار الغرفة اللي أنا عايش فيها يفضل لي 110 سترليني أفطر وأتغدى وأتعشى وأروح مسرح وأروح السينما منها أقسملك بالله العظيم وأنا مش استثناء يعني في مئات الألاف من السوريين اللي كان ظروفهم أصعب من ظروفهم أنا كنت أشتري الظروف في الشربة دي المحضرة الشربة أقسمه على اسمين وأطبخ كل ليلة يعني أغلي القسم وفت فيه ليش وأعتبره ده عشاية عشان أروح أحضر مسرحية أو أحضر فيلم أو أروح مهرجان مثلا أدامبرا أو حاجة كده يعني يعني أنت كنت تعتبر إنه بزخ إنك تستخدم باك الشربة كاملا لما عنديش الرفاهية إن أستخدم ده يعني ودي تجربة حلوة على كل حال يعني أنا ما بديقش ولا عندي أي ضغينة يعني اتجاه ده يعني حتى حصل إني حصل أزمة اقتصادية في سوريا فبقينا حوالي ست شهور من غير مرتبات يعني الحكومة مش قادرة تبعت لينا مرتبات ما عادش فيه يعني عملة صعبة في البن ولما رجعت لقيت أحدث العربيات في العالم اللي أنا ما شفتهاش في لندن تقول في شوارع دمشق وتقولي للربيع العربي ده يجاي منين عودة إلى الربيع العربي لعملت مسلسل وهربت أنا عاوز أمثل عبدالناصر مش خايفة حاب أضحيت بكل رصيدي اللي أنا عملته النجماء اللي شفته في مصر شكل تاني هم بيعبروا للآخر ما شاء الله والمشهد ودقية واحدة مامتي عاوز أتكلمك لأنه هي أحبك جدا شكرا